من اسطنبول دكتور ناصر الحريري رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض دكتور ناصر أهلا بك كيف تنظرون كمعارضة إلى تطبيع الدول العربية علاقاتها مع النظام السوري وهل برأيكم تخلت هذه الدول عن المعارضة السورية ومطالبها مساء الخير لك ولكل الإخوة المشاهدين كما تفضل ضيفكم الكريم من المملكة بأن السياسة التي اتبعها المجتمع الدولي في إدارة الأزمة خلال مدة 12 سنة وطريق التعامل مع الثورة السورية والتضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب السوري تركت دول المنطقة تخضع لربما توازن جديد في القوى تمثله بعض الأطراف مثل روسيا ومثل الصين في المنطقة نتيجة انسحاب وتردد من الولايات المتحدة الأمريكية وبقية الدول لا شك أن اليوم الانتقال من إدارة الأزمة بالمفهوم الدولي إلى إدارة أزمة بالمفهوم الإقليمي عبر هذا الحراك الذي تشهده المنطقة حول سوريا خلال الفترة الماضية باعتقادي لن يجدي نفعا لأسباب متعددة أولها أن سوريا اليوم هي عبارة عن سلة يتزاحم فيها عدد كبير من الإشكاليات فسوريا فيها خمس جيوش فيها ما بين ثمانين إلى مئة وعشرين ألف مرتزق إيراني من الحرس الثوري من الميليشيات التابعة لإيران فيها احتلال روسي فيها جريمة وسلاح ومخدرات فيها داعش وفيها القاعدة وكلها مغذى من قبل نظام الأسد ومن قبل الدول التي تدعى من نظام الأسد فضلا عن العامل الأهم وهو قضية الشعب السوري الشعب السوري خرج بثورة من أجل مطالب وقدم تضحيات حتى لو طبع كل دول العالم طبعت مع النظام الشعب السوري لا يمكن أن يطبع ولا أن يمشي بهذا المسار كيف ستتعامل المعارض مع هذه؟ كانت هناك دورة دبلوماسية سابقة نعم كيف ستتعامل المعارض مع هذه؟ كانت دورة دبلوماسية سابقة بمبادرات بس دعونا نكمل هذه النقطة كان هناك دورة دبلوماسية سابقة في بداية الثورة مبادرات عربية وتركية ومن الجامعة العربية وحتى من الأمم المتحدة والنظام مدعوما من إيران يعني رفض كل هذه المبادرات واختار الحل الأمني والحل العسكري لا يمكن اختزال المشهد السوري بفتح سفارة أو بمحاولات تطبيع رغم قناعتي بأن هذه المحاولات لن تكون هي محاولات مجانية ما يزال الموقف العربي الرسمي داعم للحل السياسي 2254 وهيئة الحكم الانتقالي ومفردات الحل السياسي ولكن المسألة تبقى بيد الشعب السوري هو الذي قدم التضحيات ولا يمكن أن يقبل إلا بحالة واحدة نحن مع جميع المبادرات التي تؤدي إلى خدمة القرارات الدولية المتعلقة بالحل السياسي والانتقال تحت مظلة الأمم المتحدة بجهود كل الدول فإذا كان هذا الحل ينسجم مع 2254 في مرحبا أما إذا كان غير ذلك ثق تماما أن أول من أشعل هذه الثورة هو الشعب السوري ولا يمكن لأحد أن يطفئها إلا إذا رضي السوريون بمفردات الحل المرتقب وأعتقد أن هناك شروط موضوعة تتعلق بالحل السياسي والخطوات المطلوبة من النظام باتجاه الحل السياسي ولكن من التجارب السابقة لا أعتقد أن النظام وإيران التي هي وراء النظام وروسيا ولهما مشاريع في المنطقة أن يكونوا مستعدين الآن بعد 12 سنة من أجل تقديم هذه التنازلات طيب باختصار سؤال أخير دكتور نصر هل برأيكم أن خطوات التطبيع التي تعارضها الولايات المتحدة تستهدف توجيه رسائل إلى أمريكا وكيف تقرأ التصعيد العسكري الإيراني ضد المواقع الأمريكية في سوريا باختصار لو سمعت يعني هون حقيقة صار في استياء واضح من شعوب وحكومات المنطقة من سياسة الولايات المتحدة الأمريكية ليس فقط المنطقة حتى اليوم كان في رسائل من لجان العلاقات الخارجية في مجلس بالبرلمان بمجلس النواب ومجلس الشيوخ وعدد كبير من الدبلوماسيين يتحدث عن تخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن حلفائها التقليديين حتى البعض يقول أن أمريكا لم تعد قادرة على حفاظ على مصالحها هي فضلا عن مصالح حلفائها يعني كل عدة أيام ترى استهداف من الميليشيات الإيرانية للقواعد الأمريكية سواء بقواعد التحالف في سوريا أو في العراق عبر طائرات مسيرة فأنا أعتقد حتى أصلا في هذا الحراك هو استياء من الدور الأمريكي وتغير قواعد اللعبة في الشرق الأوسط وضرورة البحث عن حلفاء جدد وهذا المنطق ربما لا يكون خاطئ لكن الانفتاح على النظام واعتقاد أن هذا النظام قادر على أن يقدم إيجابيا في الحل السياسي أو أن يحدد من نفوذ إيران في سوريا أو أن يحارب الإرهاب والميليشيات والمخدرات هنا الخطأ الكبير النظام أولا غير قادر وإذا كان قادر فهو لن يود ولن يرغب بوقف كل ذلك على العكس من ذلك هو يمسك بهذه الملفات من أجل ابتزاز دول المنطقة لتقديم تنازلات تجاه النظام وليس العكس لذلك أعتقد إذا لم يكن هناك مقاربة جمعية من جميع الدول تلزم النظام بتقديم ما هو مطلوب منه تجاه الشعب السوري وتجاه دول المنطقة لن يكون لمثل هذه المحاولات فائدة على المدى الطويل دكتور نصر حريري رئيس الاقتلاف الوطني السوري المعارض سابقا من اسطنبول شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك